السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا في ظل هذه الفتن عندنا في بلدنا في السودان ومن الأشياء الغريبة التي تحدث وتصاحب دائما أي فتنة وبالذات الفتنة التي نحن فيها في السودان نصر الله عز وجل أن يرفع عنا وعن جميع المسلمين وعي الصوفي اسمه بل الغايب جابه في جارة الدار الـ 29 يونيو شهر 6 يعني 2019 في الصفحة رغم 5 قال الشيخ بل الغايب دي جارة الدار طبعا جارة معروفة قال الشيخ بل الغايب يكتب للدار رسالة للدرة الدرة الفريق أول حمتي ابن الأدب الصوفي قال أقول لأهلي في العاصمة المسلثة وفي الشمال والغرب والأوسط والشرك إن هذا الرجل هو الرجل المنتظر ومش يمدح فيه الفريق أول حمدته وطبعا جماعة الناس لو بتنسى قريب في الأمسل قريب بل الغايب دا كان بيطبل للبشير للرئيس البشير وكان بيقول إن البشير دا برضو هو المهد المنتظر وأنه حيحكم قال ما بعرفه كم وأربعين سنة وإنه حيبسط العدل ويحارب الفساد في الأرض إلى آخره هو أنا حلمت في النوم والرسول جاني صلى الله عليه وسلم ويمشي ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة طلع كلامه دا كله كذب البشيرة هده شاء الله فات ما هدي منتظر ولا قاعد كم وأربعين سنة ولا غير ولا غير وجرائد موجودة كل الوسائق عندهم موجودة إذا الناس نست يعني ما إنه بالأمسل قريب ما أظن أن الناس تكون نست فالمفترض الزو لما يكون كبير ما يكون أهبل جماعة لأنه الكبير لما يكون عوير والله دا مشكلة كبيرة زول كبير قدر دا وزول شيبة يكذب على الناس والغريب إنه بعض الناس يصدقوه الأغرب إنه الجرائز يجير التدار دي تحديدا فاتح له باب طوال من زمن البشير بكذب ويتغرب إلى الحكام وإلى الصلاطين للعاعة من الدنيا والآن جاي كمان لقى حمدتي الآن هو في يعني ماسك في المجلس العسكري فوق برضو دا الآن دا رمدح فيه ويتغرب للصلاطين وده يدل على أشياء الشياء الأول إنه ما في أحد يعلم الغيب يا جماعة لأنه بل الغيب دا تنبأ بأن البشير حيحكم كذا وكذا وكذا وإنه هو المهد المنتظر وإنه وإنه كلامه كله طلع شنو طلع كذب كله كذب ودضرب من التكهن بل دي الكهانة ذات والعرافة ذات قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم العلم قالوا إذا كان دا حالا بيمشي للكاهن وبصدقه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بحال الكاهن ذات الدجال دا فبل الغيب دا أحد كبار الكهنة والكذبة والدجالين والمشعوزين في البلد دي التي يجب أن يحاكم بالمناسبة يجب أن يحاكم والحمد لله سبت كذبه في موضع البشير الليلة جنة الطبيقة يمدح في منه في حميتي الدلالة الثانية تدل على المواضيع دي إنه كلام الكهنة والعرافين دا كله كذب وكلام شيخ الصوفية البحاول يتنبأ بيه ويغشبه النساوين ويتكلم له لبعض الحكام ويغشبه بعض الشعب دا كله كذب لأن ما في أحد يعلم الغيب إلا الله فلان حيحكم كده فلان حيعدل فلان حيظلم بكرة حيحصل كده من الخير من الشر لعلم غيب اسمه بالشريعة ولا يعلم الغيب إلا الله ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله يعني القال لا يعلم الغيب إلا الله منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيوخ الصوفية الليلة كلهم بما فيهم بلى الغيب دا بيدعوا علم الغيب وما بلى الغيب براو محمد عثمان المرغل الكبير البلغيبو بالختم يعني قالوا دا ختم الأولياء قالوا البعديو دا كلهم ما أولياء أها قال شنو الولي الكبير عند الصوفية دا قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي والبرع قال عن الأولياء الشيخ الصوفية ابتعينهم قال منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علم بل غيب باطن ظاهر أضم صادمة ومعارضة لنص القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الدلالة الرابعة إن شيخ السلطان صحي صحي ما هم أهل السنة واليماعة هم الصوفية ديل وشيخ بالباطل الواحد يقول كفر عديل يتنبأ ويجعل نفسه بزعمه شريك مع الله سبحانه وتعالى في علم الغيب في نزول المطر في غيره أشان يتقرب له لا حاكم أو محكوم فلبزة علماء السلطان وعلماء الحاكم وعلماء السلاطين دي والله لا تصلح فيما أعلم إلا لشيخ الصوفية ديل لأنه كانوا متقربين للكزان وأدوهم ما أدوهم من الأموال والمليارات والحوليات دي مليارات الجنيهات كل الطرق جابوهم من وين أدوهم الكزان وكم مرة على العثمان ده بيجي للركينين في الكلاك لابو آدم كل ما تحصل مشكلة للركيني وجماعة داري ودوين يفتحوا فيه وحدين بلاغ غيره يجده ويستقبله ويضبط أموره ويرجع في الفاشر مشى علي عثمان ده نفسه مشى في مؤتمر الطريقة التجانية وفي المؤتمر ده قالوا الشيخ التجاني لو قال للشيخ كن فيكن كان حاضر علي عثمان والكلام ده ما معترض عليه والراضي بيه وقام أسنع على التجانية 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 اللي بيقولوا عندنا صلاة يسمى الفاتح لما أغلق قالوا دي أعظم من القرآن ستة ألف مرة بالسوية أو قرية المرة الوحدة منها تساوي قرية ستة ألف مرة ختمة من القرآن الكريم كاملا يعني أفضل من القرآن بخمسمية تسعة وتسعين مرة صلاة الفاتح دي فديل هم ديل هم الناس العندهم دجل والعندهم شعوزة وهدى الدليل ده كلام بل الغايب في جريدة الدار الصفحة خمسة الدلالة السادسة وسألة الإعلام دي كان جرائي الدار ولا غيرة ولا مرئية كان تلفزيون ولا غنوات فضائية ولا راديو المفروض يتقوا الله سبحانه وتعالى والله المفروض يتقوا الله ما يفلح إلا في الباطل في الغالب الأعظم إلا من رحم ربك أما الحق سبحان الله ما يقفوا معاه يا أخي مرة ماشينا قانا فضائية ما بدأ علي زكري سمها في الموضوع بتاع العيد ده عيد الفطر ده الناس يصوموا ولا ما يصوموا معانا الإخوان المشايخ وخشينا جوه بس خشينا مشينا غانا خشينا تاني بالغلط أدينا التلفون للمزيع المقدم بتاعهم ده الله بتاع غنات الغد الودة السوداني ده نازم أن أجيب اسمه الودة المراسل بتاعهم ده أدوا التلفون قال لا خلاص خليهم يتكلموا فتوى عن موضوع العيد الناس يعيدوا ولا يصوموا رمضان مسألة فقية ما فيها خلافة شأن الأمة دي تمشي قدام مسألة فقية ساكت قال نحن والله اليمين المضطرف ده نحن طبعا ما 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 قعدنا من له كتير صنفنا طوال يمين ومضطرف مضطرفين نحن كمان هو يعلم تماما إن نحن ما مضطرفين يعلم تماما هو العينه بالغندي إن الوحيدين غايته ده فيما نعلم الوحيدين في البلد دي الرد على المضطرفين صحي صحي والدواعش الارهابين صحي صحي هما نحن الإخوان نحن إخواننا نحن ديلا السلفين اتكلمنا في محاضرة في قعدة الصداقة في وكيد داعش في أوجي قوته وكان الشيوخ كان بيخافوا منها وحد يسألوا من داعش وقولوا سوال لا خلوه يجدع الورقة تحت خايف فجروه اللي قتعلوه اضنينه نحن عملنا في الوكيد ده محاضرة وسمينا خضر خطر داعش وردينا على داعش ومن اراد الرجوع لا موجودة في اليوتيوب وصي إلى التواصل ايه يقول مطرفين المستهبل ده يا خنازي ما يتقوا الله بل مقابل يجيبوا ديل زول ساحر فكي فكي يفتح له الجريدة شيخ بل الغايب يكتب اليوم للدارة كانه شي جديد ما مبارح برضو كتب شنو الجديد يعني وكل كفر وادعاء لعلم الغيب وكهانة وعرافة يخذ النساوين بدوا يخلوا يخشقوا للكيانة والعرافة دا الكانو بيقروا في الفنجانو ستات الوديع بيقوا الان مجرد حكاوي واغاني اغلبوا مخلو انت لسه ماسكوا يا بشنب وناس الدار كمان فاتح الليو يجي يدجل ويشعوز والناس يسمع عليه وجاي يكذب الليلة ويقول الفريق هو الماء الليان منتظر يا ناس اذا كلام كذب الحاكم ربنا امرنا انه ندعو له بالخير وده منهجنا ندعو للحاكم المسلم كان ظالم ولا عادل بالخير ولانه لو صلح هو صلحة البلاد والعباد ده منهج الصمه بن دي السوء زي ما قال الامام محمد لما قال ادعو على الحاكم العزوك في فتنة خلق القرآن قال لو كانت لي دعوا مجابلة دعوت بها للحاكم لانه بصلاح الحاكم صلحة الامة وصلاح المجتمع ده واحد ما بنخرج للحاكم المسلم حتى لو ظلموا اكل مالنا ما خوف والله اصو الخوف ده ما بنعرف له درب انما ده منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اسمع واطع للامير وان جلد ظاهرك اخذ مالك فاسمع واطع رواه مسلم في الصحيح اي راجل اي ذو اللابس لعمة ومركب لديقن ده لناظرنا في الكلام ده ليه 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 ما يكذب من بعيد وقل والله لا طبعا خايف من الحاكم تعال ورينا الحديث ده صحيح ولا ضعيف قوليه ده دي الحجة الممكن نناقشك بيها اما النبز من بعيد والكذب وديه العلماء السلطان اهو ديه العلماء السلطان البيكذب من اجل قروش السلطان يهم ديه لذاتهم عباد القبب وعباد القبور وعباد الاضرحة والاوثان ديه هم مانحنا